مشاهدين الكرام ينضم إلينا حاليا في استوديو علوم الدارة الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم حياة كالله دكتور حمد وفي البداية نبارك لكم هذا الانجاز وتعلينا نتحدث كيف تنشأ الجائزة فكرا تربويا استثنائيا عبر تعزيز التنافسية خلنا نقول الإيجابية بين المعلمين بداية أننا نتقدم بخالص شكر وعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان حفظ الله ورعاه على دعمه اللامحدود للتعليم والمعلم وأيضا بالأصالة عن نفسي وعلى جميع المعلمين المتقادمين في الجائزة يرفعون لأسمايات الشكر على دعمهم دعمه اللامحدود للمعلمين وكذلك استقباله لهم في قصر البحر كان أثره جدا إيجابي وأيضا نحمسهم أن يستمرون بالعطاء سواء إذا تحت لهم فرصة في الجواز الأخرى أو حتى في دعم المعلمين الآخرين المشاركة في الجائزة طبعا إنشاء الجائزة في 2017 طبعا هذا بناء على الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة وجهه إلى إنشاء جائزة تعناف المعلم لأنه يعتبرون الأساسية للتعليم طبعا معلمنا الأول هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان حفظ الله ورعاه هو الملهم هو ذو الفكر النير وأيضا استشافينا بعض المعايير أو غالب معايير من رؤيته السليلة في وين بنوصل في المعلم في المستقبل طبعا طلعنا على مختلف المعايير على مستوى العالم طلعنا على تقارير دولية في مجال التعليم وما هي أهم التحديات لواجه المعلم لقيت تحديات كثيرة وتم تطوير المعايير بما يخدم في حل هذه التحديات طبعا الجائزة الدورتها الرابعة تعتبر ستنائية لأن الدورات السابقة كانت على مدى السمع تقريبا فالدورة الرابعة على مدى السنتين عززنا الفكر العمل الجماعي لدى المعلمين كذلك عززنا لهم مهارات إدارة المشاريع وكيف يدرون مشروع اكتشفنا أن المعلمين عندهم قابلية كبيرة جدا للتطوير ليس فقط في الصف وإنما إذا وتيحت للفرصة فتلاقي فرص كبيرة جدا وإنه يقدر يبدأ مبادرات داعمة للمجتمع التربوي يعني على سبيل المثال عندنا في المعلم الأول اللي فاز بالجائزة قام بمبادرة ريادية من تمويل الجائزة طور صف مطبق في أنظمة التقنيات الحديثة والفيار في النيجر يعني انتقل هناك ونقل الفكر التربوي هناك بناء على المعطيات اللي نحن وفرناها وكذلك نحن دائما سباقين في رفض معارف المعلمين بأفضل وأحدث المعارف اللي تخدم الحق التربوي دكتور حمد إذا نتحدث عن استشراف العامل التربوي وبناء أجيال قادرة على قيادة دفة المستقبل كذلك معالجة مختلف تحديات هذا الزمن دعنا نتحدث كيف عززت هذه الجائزة كل تلك النقاط بإيجابية وفعالة نحن من اليوم الأول من طلاق الجائزة تبنينا مفاهيم الرشاق المؤسسية والمرونة المؤسسية لأن حقل التعليم لا يقل سرعة عن مجالات مختلفة بالحياة فنحن دائما في كل دورة نطور معايير الجائزة بما يخدم مهارات المعلم القانون 21 نحن طبعا عززتنا من مفاهيم أن دور المعلم لا يبقى في الصف ولا يبقى فقط مع الطلبة اللي عنده في الصف إنما يمتد لها زملائه لنشر التمييز ومهارات لداء التربوي وأيضا تبنيه لأفضل مهارات اللي نحن نحاول نوفرها في من الصف التربوية وأيضا في لقاءتنا وينقلها إلى الطلبة يعني من ضمن معايير الجائزة مثلا أنه لازم المعلم يشرك الطلبة في الإبداع والتكار أيضا مهم جدا المعلم أنه يثقف الطلبة بالخطة الاستراتيجية لدولته بلا شك هذا أهم شيء أكيد دكتور محمد الحوار لا ينتهي على فضل المعلم ودوره وأنه هو الأساس في كل حاجة الدكتور حمد أحمد الدرمك الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لفض المعلم شكرا لوجودك معي اليوم في الاستوديو نوارك شكرا جيدا